إذا كنت ممن تحصل حديثاً على شهادة البكالوريا واحترت في اختيار التخصص فهذا الفيديو يهمك إذا ترددت في اختيار تخصص العلوم الاجتماعية لعدم معرفتك بها فهذا الفيديو يهمك إذا سجلت في تخصص العلوم الاجتماعية وتريد معرفة المزيد عن هذا التخصص فهذا الفيديو يهمك إذا كنت تريد التعرف من باب الفضول على تخصص العلوم الاجتماعية فأنت في المكان المناسب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة خبايا النفس موضوعنا اليوم هو تخصص العلوم الاجتماعية وسنتحدث بصفة خاصة عنه في الجامعات الجزائرية فإذا عجبك الفيديو وتريد مواضيع أكثر من هذا النوع أخبرني في التعليقات ولا تنسى الاشتراك والضغط على الجرس ليصلك جديد القناة عندما تحصل على شهادة البكالوريا سوف تقدم لك بطاقة الرغبات ويتم توجيهك حسب اختيارك وكذلك حسب المعدل المحصل عليه الدراسة في الجامعة تتم وفق نظام الالمدي لسانس ماستير ودكتورا حيث تقسم سنوات الدراسة في الجامعة إلى ثلاثة أطوار الطور الأول وهو مرحلة الليصونس وهي عبارة عن ثلاث سنوات الطور الثاني وهو مرحلة الماستر وهو عبارة عن سنتين ماستر 1 وماستر 2 الطور الثالث مرحلة الدكتورا وهو عبارة عن دراسة ما بعد التدرج لثلاث سنوات على الأقل للتحضير لمذكرة نيل شهادة الدكتورا من بين التخصصات التي قد تجدها في بطاقة الرغبات تخصص العلوم الاجتماعية وهو عبارة عن جذع مشترك يدرس في السنة الأولى لسانس فقط ثم بعد ذلك يتم توجيهك إلى أحد التخصصات التي تندرج ضمن العلوم الاجتماعية والمتوفرة في الجامعة التي تدرس بها قبل ذلك لابد أن نعرف ما هي العلوم الاجتماعية العلوم الاجتماعية هي مجال واسع يضم عدة علوم تهتم جميع هذه العلوم بالمجتمع البشري والعلاقات بين الأفراد داخله كما تقوم على دراسة الإنسان وعلاقته بالبيئة المحيطة به من جهة وبأخيه الإنسان من جهة أخرى ومن أهم هذه التخصصات نجد علم الإنسان أو ما يسمى بالأنتروبولوجيا وعلم الاقتصاد، علم الاجتماع، علم السياسة، علم التاريخ، وعلم النفس وغيرها في السنة الأولى جذع مشترك علوم اجتماعية ستدرس مداخل في جميع تلك التخصصات وبالتالي سيكون بإمكانك التعرف على هذه العلوم لتكون نظرة عامة وتتمكن فيما بعد من اختيار التخصص المناسب لك ثم تدرسها بتعمق في سنوات التخصص كمدخل إلى علم الاجتماع ومدخل إلى علم النفس ومدخل إلى الأنتروبولوجيا ومدخل إلى علوم التربية ومدخل إلى علم الاقتصاد ومدخل إلى الأرتوفونيا كل هذه المقاييس ستدرسها في السنة الأولى بعد نجاحك في هذا العام يتم توجيهك على حسب رغبتك وكذلك على حسب المعدل الذي تحصلت عليه إلى أحد تخصصات العلوم الاجتماعية المتوفرة في جامعتك هنا يجب ملاحظة أنه قد تختلف بعض الجامعات الجزائرية عن الأخرى من حيث توفر بعض التخصصات لذلك يجب عليك التأكد من وجود التخصص الذي ترغب في إكمال الدراسة فيه مثلا في جامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد الله الكائن مقرها ببزرعة يتم توجيه طلبة السنة الأولى جذع مشترك علوم اجتماعية إلى أحد التخصصات التالية علم النفس، علوم التربية، الأرتفونية، وعلم الاجتماع، الديمغرافية، والفلسفة الانتقال إلى السنة الثانية يتم بعد ملء الطالب لبطاقة الرغبات ويوجه وفق المعدل الذي يتحصل عليه وذلك حسب قدرات الاستعاب المتوفرة لدى القسمة في السنة الثانية يتلقى الطالب برنامجا دراسيا متنوعا وهو عبارة عن جذع مشترك ثاني خاص بكل تخصص ابتداء من السنة الثالثة يمكن للطالب أن يوجه إلى تخصصات فرعية وذلك بعد ملءه لاستمارة الرغبات وحصوله على المعدل المطلوب مثلا بالنسبة لعلم النفس هناك علم النفس العيادي، علم النفس المدرسي، علم النفس الاجتماعي، علم النفس العمل والتنظيم إذا أردتم مواضيع أخرى عن تفاصيل كل تخصص اشتركوا في القناة واكتبوا التعليقات وسأخصص فيديو لكل تخصص بحول الله فيما يخص البرنامج في السنة الأولى جذع مشترك علوم اجتماعية الدراسة ستكون باللغة العربية مع دام قياس واحد خاص باللغة الفرنسية ومن الممكن في السنوات القادمة أن يغير إلى اللغة الإنجليزية عموما اللغة الأجنبية ليست عائقا في سنوات الدراسة إلا أنها قد تكون كذلك خلال رحلة البحث عن عمل بعد التخرج لذلك أنصحك ألا تهمل تعلم اللغات كما أنها قد تفيدك في البحث العلمي لمن يواصل تعليمه إلى ما بعد التدرج هناك سوداسيان بالنسبة لسوداسي الأول كما هو موضح في الجدول يضم المقاييس التالية فرد وثقافة مدخل إلى الاقتصاد مدخل إلى الأنتروبولوجيا مدخل إلى الفلسفة مدخل إلى علم الاجتماع مدخل إلى علم النفس وهذه المقاييس باللون الأصفر هي مقاييس مهمة خلال هذا السوداسي أيضا لدينا إحصاء وصفي وهو الاستاتيستيك تدرس فيه نوعا مع الرياضيات إعلام آلي وهو عبارة عن مقياس سهل جدا ومدارس ومناهج واللغة أجنبية وهي هنا اللغة الفرنسية أما بالنسبة للسوداسي الثاني فتتغير فقط بعض المقاييس وتبقى مقاييس أخرى كما كانت عليه في السوداسي الأول بالنسبة للمقاييس التي ستدرسها في السوداسي الثاني هي تاريخ الجزائر الثقافي مدخل إلى مجتمع المعلومات مجالات العلوم الاجتماعية مدخل إلى الأرطفونية وهو العلم الذي يدرس اضطرابات النطق والكلام مدخل إلى الديمغرافيا أو يسمى علم السكان مدخل إلى علوم التربية وهذه أيضا بالأصفر هي مقاييس مهمة جدا في هذا السوداسي ويبقى أيضا الإحصاء لكن هنا يتغير من الإحصاء الوصفي في السوداسي الأول إلى الإحصاء الاستدلالي ومدارس ومناهج ولغة أجنبية فيما يخص نمط الدروس هناك محاضرات وأعمال موجهة الحضور في المحاضرات عادة لا يكون إجباريا إلا إذا قرر الأستاذ عكس ذلك والتقييم يتم عن طريق امتحان واحد في آخر السوداسي أما الأعمال الموجهة فالحضور إجباري وقد تؤدي ثلاثة غيابات غير مبررة أو خمسة إلى إقصاء الطالب من المادة أما التقييم في الأعمال الموجهة فكل أستاذ وطريقته في التقييم ويشمل الامتحان والاستجوابات والحضور والبحوث بالنسبة لمعدل القبول في هذا التخصص فيختلف من سنة إلى أخرى حسب عدد المسجلين ولكن عموما لا يتجاوز عشرة بالنسبة للشعب الأدبية ويختلف بالنسبة للشعب الأخرى الآن فيما يخص الإيجابيات والسلبيات في الحقيقة هذا التخصص عبارة عن بوابة للطالب لاختيار التخصص الذي يناسبه كعلم النافس وعلم الاجتماع والأورتوفونيا وعموما تخصصات علوم الاجتماعية تمكنك من فهم نفسك وفهم من حولك ومساعدة الكثير من الناس كما يتمكنك من فهم ما يدور في المجتمع بحيث يصبح تفكيرك أعمق لمختلف الضواهر النفسية والاجتماعية لكن من المؤسف أن هذه التخصصات في الجزائر وأيضا في الدول العربية عامة غير معترف بها على الصعيد الجماهيري على عكس الدول المتقدمة التي تولي عناية خاصة بها في جامعاتها لأهميتها البالغة في العمل على تقدم المجتمعات لكن رغم ذلك في سنوات الأخيرة فقد بدأت الدولة تتجه نحو الاهتمام بهذا التخصص ويظهر ذلك في فتح باب التوظيف لخريجي العلوم الاجتماعية في كل القطاعات حيث إن فرص العمل قد تتراوح مثلا بين مراكز البحث الاجتماعي والسياسي والاقتصادي العمل في الوزارات والشرطة والدرك الوطني أو حتى الجيش كذلك العمل في الدوائر والبلديات والولايات العمل في المستشفيات ومصالح الخدمات الاجتماعية العمل كأخصائي نفسي اجتماعي أو أرطفوني سواء في القطاع الخاص أو العام وكذلك العمل في مجال التعليم كالابتدائي أو أستاذ في الجامعات وغير ذلك ضعف اعتبارك أن العمل هو توفيق من الله انظروا إلى الصعوبات التي يواجهها المتخرجون من الجامعات الجزائرية في جميع التخصصات لذلك ليس هناك أفضل من أن تختار التخصص الذي ترتاح فيه وتحبه لأنك ستبدع فيه أما المستقبل فهو بيد الله وحده وما عليك إلا أن تؤدي واجبك بالدراسة والنجاح في المجال الذي تقتنع به أنت ولا تنظر إلى ما يقوله الآخرون فكل إنسان وميوله وقدراته ختاما إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب نلتقي الأسبوع المقبل بحول الله في موضوع آخر من خبايا النفس السلام عليكم ورحمة الله